ملأت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً على عكس أغنية عبدالحليم حافظ مش كل ناجح دايماً بيكون فرحاً بنجاحه شايفها بجايدنا أنا تظلمت وفي ناس كنت بغششها جابت أعلى مني للأسف النتيجة مش لها أنا بس يعني كانت لي كذا حد مش مردها أكثر من نصف مليون طالب وطالبة حصلوا على شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية المعادلة يستعدون لدخول الجامعات بشقيها الحكومي والخاص والمعاهد بعد نجاحهم بمجموع قد لا يحققوا رغباتهم كنت عايزة أدخل كلية إعلام بس بسبب صعوبة أننا نحن بقى فغيرت رأي قلت أديب فأنا شكل كده والله حصل دولة ده كليات الطب والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والصيدلة معروفة في مصر بكلية القمة كثيرا ما يدفع الأهل أبناءهم المتفوقين للالتحاق بهذه الكليات رغم اختلاف رغبات الأبناء أنا كنت عايزة أخش كلية تانية خالص أدبية بس كانت إيد نفسي جابة مجموعة صيدلة فدخلت صيدلة يعني دخلت حاجة أنا ما أحبهاش فأنا مضطرة أن أشتغل شغلانا أنا ما أحبهاش لحد ما لايه وسيلة أشتغل فيها شغلانا أنا أعايزها أنا كنت عايزة أشتغل مزيعة تصل نسب البطالة في مصر إلى نحو 12% وتحاول بعض الجامعات توفير معلومات للطلاب عن سوق العمل وربطها بالدراسة كتير جدا لما بيحصل تغيرات في حركة العمل بنلاقي بشكل طبيعي جدا أن حصلت برضو تغيرات في اختيار التخصصات بعد الثورة وبعد الحاجات دي لقينا أنه العلوم السياسية تخصص العلوم السياسية بدأ يعني الطلب عليه يزيد وبرضو تخصص علم النفس وتبقى الفجوة قائمة بين رغبات الطلاب واختياراتهم بسبب المجموع أو ضغط الأهل ومدى ملاءمة هذه الرغبات لسوق العمل رند أبو العزم العربية القاهرة